السلام عليكم كيف انتموا لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا لنبك في ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم غد يكون اقتراح لوجبة عشاء او للغداء طبقة رائع جدا غد ينحطروا غدا او لسينية دي الشعرية دي الارز او شعرية الصينية بوحد طريقة اللي كدجي لديدة بزاف طبقة مقرمشة انا اكيدا ان شاء الله الاقتراح اليوم غد ينال اعجب ديلكم دوز نشوفوا المقادر وطريقة التحضير وكيفما العدافور جا ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غد ينبدأ في تحضير دياله هو غد ينتبل او غد ينشرمل قطع ديال الدجاج عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعتوه مربعات صغرين كيفما كدشاهدو معايا ضيفتلو فصين او لاجوش ديال الفصوص ديال التوم اللي حكيتم اي بشرتم وعندي هنا يلوب او داخل ديال الليمون المخلل الليمون اللي كيكم صيار خديت فقط غير داخل دياله خديتو قطعتو صغير وغد ينضيفو الشرمولة ديالي عندي سلسة صوجة اي مكون منطف رنشي لأخواتي استغنوا عليه احنا بغينا نتبلو هاد القطع ديال الدجاج بتوابل ديال السمك باش يجينا مضاق ديال السمك في هاد القغطان هذا ضيفت الملح وانما استعملو غير كمية بسيطة اخواتي باش ما تجيكمش الشرمولة ملحة زيت كذلك رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود اي البزار نصف ملعقة صغيرة من الكامون عندي ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر اي البابريكا وغادي نزيد نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل اي سكنجبير ونصف ملعقة صغيرة من الخرقم اي الكرقم هنيا غادي نستعمل واحد نصف ملعقة صغيرة من توابل ديال السمك اذا ما توفرتوشي عليهم استبدلوهم بضامة ديال السمك بنا ديال السمك انا هاد توابل اخواتي جيبتم معي من المغرب هنيا غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة من صلصة الحرة الهريصة اذا ما توفرتوشي او ما كدعجبكم بشي الحر استغنوا عليها او تستبدلوها بفلفل احمر المجفف لكي يكون حر هنيا يزيد ملعقة صغيرة من الصلصة المركزة سافيو هادي نشرمل القطع ديال الدجاج ديالي مزيان ونخليهم في الشرمولة او في تسبيلة ديالهم الوقت اللي عندكم يستحسنش حان ما كان الوقت بزف فكي ياخدو حقهم هيدا كيتشربو ديك تسبيلة مزيان فانا كنت سبق لي اخواتي تقسمت معكم هاد التسبيلة او الشرمولة في الاوائي اللي الفيديوهات ديالي كنا حشينا بهم مملحات بهالطريقة كتجي المدق يجي فيهم كأننا نستعملنا السمك اي الحوت هناي اخواتي غادي نستعمل الشعرية ديال الاروز او الشعرية الصينية او شعرية الشينواء كيف كنسميه احنا يوم هاد النوع اخواتي عفوا بغيت نتقسمه معكم خديته من كالريفور استعملوا اي نوع انا غير بزف ديال الاخوات اللي عايشين في اسبانيا فيما كان استعمل شي مكوين كي بغوني نتكر معهم مين خديته هاد النوبة خديته هاد الشعرية ديال الاروز من كالريفور استعملت غين نصف دياله كيف مشاهدت معايا فانا العلبة كانت عندي في ميتين وخمسين جرام استعملت غين نصف دياله كي بقى طبع الكمية لحسب الافرد ديال الاسرة ديال كومنتوما فرقت على الشعرية ديالي كمية ديال الماء مغلي وغطيته وتركتها جانبا واحد خمسة ديال دقايق حتى اطلق رسم مزيان من بعد نستقطره ونقطعه كيف ما غدي تشاهده معايا بالنسبة للحشوة اخواتي اخديت المقلة ديالي فوق نار متوسطة عمت فيها كمية من زيت الزيتون وخلطت ما بين زيت زيتون وزيت نباتية تقدروا تستعملوا غير زيت الزيتون او زيت نباتية بوحديته كي بقى لكم الاختيار عندي بصلة متوسطة اللي قطعتها رقيقة ضيفت للملح غير كمية بسيطة متكتروشي من الملح رأس ملعقة صغيرة من الملح فقط وعندي حبة من الفلفل الاحمر اللي قطعته صغير فالملح اخواتي ما تكتروشي منه لان الشرمولا اللي شرمنا بها القطع ديال الدجاج في هذيك الليمون مصير او الليمون المخلل كي يكون مالح وكذلك سلسطة صوجة فما تكتروشي من الملح مصيف سفي خليط البصل والفلفل احتى الدك يدخلهم الطياب من بعد كنضيف لهم ديك القطع ديال الدجاج اللي كنا تبنا او شرملنا من قبل سوف نحرك الكل جيدا النار تكون عنا متوسطة باش القطع ديال الدجاج ما يتلقوا لكم شي كمية كثيرة ديال الماو يخدوا معكم مدة طويلة في الطياب فما بسرعة كي يطيبوا ما بغينهم شي يخدوا لنا مدة طويلة في الطياب سوف نتركم ونرجع للشعرية ديال الاروز او شعرية ديال الشعرية الصينية استقطرتها من ديك الماء اللي كنت فرغت عليها كيف ما اذكرت معكم ماء مغلي وخليتها واحد خمسة ديال الدقايق استقطرتها من ديك الماء ومن بعد سوف نقطع طبعا باش ما تبقاش يطويلة هاي دك وتسهل علينا في الاكل دياله قطعتها مزيان لحسب انتم الحجم كيف تبغيوها صغيرة او لم تسطى وهنا يرجع من الحشوة ديالي على هاد الشكل هذا اخر شي غاض ينضيفون هاد الحشوة او هاد هاد الحشوة نسميها عندي كمية ديال المعدنوس او البقدونس سعمت فقط معدنوس تقدروا تخلطوا ما بين المعدنوس وكمية بسيطة ديال القصبر ما تقترو شي من القصبر لاننا المادة قديلو كي يكون مجهد بثاف حنا كنعفو يعني السمك يتوات معها القصبر ولكن بهادا طريقة ما تستعملوش يستحسن ما تستعملوش القصبر استعملو غير معدنوس كنضيفو اخر شي وكنخلي واحد جوج ديالتقايق وكنحيد الحشوة ديالي يعني كتكون صافي صباح جاهزة هني غاض ينضيف عندي كمية ديال الفيتر انا استعمت هاد المره المعلب قطعته صغير اذا ما توفرتوش عليه استغنوا عليه كمية من الزيتول اخضر حتى هو قطعته صغير بالنسبة عفوا هاد سوريمي كيبقى اختياري كنت متوفرها بغيت نضيفوه باش تجي كأننا كان اكلوا باسطيلة ديال الحوت هيدا بقطاع يعني كيبقى مزيونين ما توفرتوشي عليهم استغنوا عليهم اخواتي تقدروا تستبدلوهم بالكوفيت الكامباس او لانغوستينو حتى هو تقلي وشوي يوضيفوهن الحشوة ديالكم اللي توفر عندكم انا استعمت كمية ديال سوريمي اوضيف ديك شعرية شعرية ديال الارس وغادي نخلط الكل جيدا فبالنسبة هاد الشعر يا اخواتي تقدروا تناولوها غير بحال هيدا تكلوها غير بحال هيدا كي تجي لدي ديال بزاف او انكم تحضرها كيف ما غادي نحضر انا بهذا الطريقة على شاك غتا وغادي نزيد لهذا الطبقة اللي كتبقى اختيارية كنأكد عليها يعني ماشي مهي ماشي ضروري تعمل لهذا الطبقة ديال الورقة غير انا بغيت بغيت تجيني فحال البسطيلة كأنني كان نأكل بسطيلة ديال الحوت او ديال الجدد صرحة جغ Italian فهنا يا اخواتي اخدي ثلاثة ديال الورقة انا استعمت لورقة ديال الفيلو ماشي الشرط لياناني ما توفرتش على الورقة ديال البسطيلة واو صافي اي ورقة ديال الديول اذا توفرتو على الورقة ديال البسطيلة سوف نقطع ثلاثة ديال الفيلو مع بعطيتهم ودسكا نقطع برقاق كيفما وضح لكم الصورة من بعد سوف نفسخهم بهذا الطريقة هذي باش يتفسخوا على بعطيتهم لاني كيفما اتكر سمعكم خديت ثلاثة ديال الورقة مع بعطيتهم باش نسهل علي وصافي كيفما اتكر سمعكم تقدروا تستبدلوا هاد الورقة ديال الفيلو بورقة ديال البسطيلة اي ورقة ديال الديول او لا تستعملوا الورقة اللي كتكون على شكل كنافة كتبعد برجعت موجودة هنا يا اخواتي باش تجيني الورقة ديالي افتية ومقرمشة فغادي ندهنها بالزبدة خديت كيميا ديال الزبدة دوبتها حتى نشفتم ديك الحليب اللي كي يكون فيها باش مترطب ليشي الورقة ديالي وغادي ندهن هاد الورقة مزيان وانا كان فسخة كان زين فسخة على بعطيتها صافي وغادي ناخد ده بالطبق ديالي كيفما اتكرت معكم غادي نحضر هاد هاد الطبق هاد على شكل غاتان او لا هو جرائح تالاخوات اللي كيعقزوا او كتجيهم البسطيلة شي حاجة اللي هي صعيبة يا بسطيلة ديال الجداد يا بسطيلة ديال الحوت شي حاجة اللي هي صعيبة ويعني وما كيعرفوا شي غلفوا او يعني يعني لم توقف كان قولوا ديك البسطيلة نغلفوها مزيان فاعتمدوا هاد الطريقة صراحة جدا رائعة غير هي الورقة اذا كتبغيوا الورقة حتى من الاسفل فغادي توضعوا واحد كمية ديال الورقة من الاسفل ديال هاد الطبق ومن بعد غادي تزيدوا الحشوة وتغطيوا بالورقة سافينا كيف مشاهدتوا معايا انا ديك المول اللي غادي نطيف فيها او لهاد البيريكس هادا دهنتوا بالزبدة ووضفت ديك الحشوة كاملة لعندي بالشعر يريل الاروز ومن بعد غادي نغطي للوجه ديالها بهاد الورقة هادي نعود نقرر اخواتي تقدروت يعني تستغنوا على هاد طبقة ديال الورقة ماشي ضرورية حقا جات رائعة والاخوات اللي كيعجبوهم يكلوا هيدا بحل هاد يعني في حل انهم كي يكلوا بسطيلة فعملوا الورقة اذا ما توفرتوش عليا سافينا يا اخواتي بعد ما غطيت الوجه ديال الحشوة كاملة بذيك الورقة زيت ديك الكيمياء ديال الزبدة اللي بقات لي الزبدة ما تخافوشي منها اخواتيش حل مدهنتوا الورقة ديالك مزيان بالزبدة تقدرو طبعا تستبلو زبدة بالزيت كيبقى لكم الاختيار اخر شي اضيفتو كيف ما شاهدتو معايا هي واحد الرشة ديال الجبن تستعمل جبن مدريلا طبعا اذا استعملتو الورقة وبغيتو تستغنوا على ديك الجبن تستغنوا عليه غير انا بغيتو احتوي شي شوية معلك مع الورقة اما بالنسبة الاخوات كيف ما اذكرت معاكم اللي ما غادي استعملوشي الورقة ضيفو غير الجبن او لا استغنوا على الجبن والورقة وتناولو الحشوة ديالكم غيب ديك الشعرية والقطع ديال بدجاج ديال الحشوة اللي جات لدي ديال 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 بساف ساف هنا بعد ما خرجتم الفرن لا فكرة الفرن كان عندي كي سخم من قبل يعني كي خصو يكون ساخن دخلت الطبق ديالي على درجة حرارة 180 درجة غير تحمرت الورقة على هات الشكل هذا وكان عندي الطبق صباح جاهز الفيديو الاقتراح دياليوم احتل هنا وكي كنت سلا احبكم في الله والى الفيديو القادم ان شاء الله تهلوا لي فرسكم بزاف واسلامة